ماتش النهاردة وده كلام غالباً الكلام اللي انتو مش هتسمعوه وهيتقل في قط اللبس قبل بداية المباراة مباشرة من الاجهزة الفرنية طبعاً واعتقد ان الدوافع النهاردة هتكون واحدة من العامل المؤسرة جداً جداً على سيناريو المباراة وسيناريو المواجهة سواء الكلام ده بالنسبة للسانداونز او بالنسبة للاهلي سانداونز داخل المباراة صحيح بقريحية ويهمه جداً 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 تحقيق مكسب النهاردة لانه تحقيق مكسب في ماتش النهاردة لسانداونز بالنسبة له يبقى على الاقل بشكل كبير ضمن واحد انه معه بطاقة من بطاقتاية تأهل عن المجموعة نمرة اتنين يكون ارهق الاهلي وابعده بشكل كبير جداً عن المنافسة في الحالة دي هيكون وصل لتسع نقاط ويتبقى ليه تلات مباراة منهم الاهلي على ملعبه وبالتالي النص التاني من مشوار دول المجموعات هيبقى بالنسبة لسانداونز مجرد نوزها هيبقى فيه اريحية كبيرة ليه في المباراة اللي جاية في حين انه الضغط كل الضغط حتى لو انت كسبت المباراة المؤجلة ليك مباراة القلطن الكاميروني هيكون رصيدك ساعتها في التوقيت ده في الجزء الاول او دور الاول من المجموعات تلات نقاط يعني الفارق هيبقى ست نقاط بينك وبين سانداونز وتلات نقاط بينك وبين الهلال فبالتالي شكل المنافسة في المجموعة هيبقى بين الاهلي والهلال على التذكرة التانية وبالتالي النهاردة دوافع سانداونز موجودة وكبيرة جدا واعتقد انه رغبته الاولى حتى ولو كان فيها شكل من اشكال التخفز وهو عارف انه بيقابل كبير القرى الافريقية على ملعبه واستجمهوره وراهن بشكل كبير بس خلي الجمهوره على جنب لان انا هتكلم على الجمهور الاهلي العشر تلاف الحضرين النهاردة ومنتظرين منهم يكونوا او يقوموا بدور مئة الف موجودين في الملعب واعتقد انهم قادرين يصنع الفارق لكن هو عارف كويس جدا انه بيقابل كبير القرى الافريقية فبالتالي هيكون فيه جزء متحفز فيه شكل اداء سانداونز الاهم بالنسبة لي هو دوافع النادي الاهلي اللي محتاج يعمل بالانس في المجموعة مرة تانية محتاج يرجع انتراك وخصوصا بعد الخسارة المفاجئة اللي ما كانتش مستحقة على الاطلاق امام الهلال ما كانتش مستحقة نظرا للفارق الكبيرة جدا بين الاهلي والهلال السوداني لكن يمكن كان ظروف الفريق انه لم يحضر احد فيه المباراة دي ومباراة كانت فيه اجواء انتوا طبعا عارفين وفاهمين اجواء اللعبة فيه السودان اللي عايز اقوله انه مباراة النهاردة مهم جدا جدا انك تصلح الاوضاع مكسبك النهاردة الى حد كبير يرجعك تاني انتراك ويبقى فضلك مباراة القطن الكاميروني بإذن الله قادر تحسنها لصالحك وبالتالي تبقى فرص التلات فرق اللي فصدرت المجموعة اهلي سانداونز هلال متساوي